مع اقتراب شهر رمضان تقبل العديد من النسوة على اقتناء الأواني وغربا ما يغريهن السعر الزهيد لبعضها غير مدركات لمخاطر اقتناء بعض الأواني المصنوعة بمواد غير صحية في محلات باع مستلزمات المطبخ تجد أنواع عديدة من الأواني ولكل نوع ثامن فالبضاعة الأجود أغلى ثامنا مقارنة بغيرها التي تهدد صحة المواطن خاصة عند استعمالها لفترات طويلة كثير من المواد التي يتم بها صنع الأواني خاصة الأواني التي تحمل مواد ساخنة أو الطيب بها الشربة أو غير ذلك إذا كانت هذه المواد غير متماسكة وغير مصنوعة وفق معايير سلامة وإذا تم استعمالها بمواد حامضة خاصة كالليمون أو الطماطم فممكن أنها تتفاعل ويمكن أنها تكون سامة من خلال امتصاص نسبة كبيرة في الجسم اقتناء الأواني قبل شهر رمضان عاد تتمسك بها العديد من ربات البيوت غير أن تأكد من جودة هذه الأواني أمر ضروري للحفاظ على الصحة